زار الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديز مركز المعارض لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة خواوي في بيجين بعد حضوره حفل افتتاح دورة الألعاب الولمبية الشتوية وتعرف فرنانديز على تاريخ تطوير الشركة خواوي وسلسلة التقنيات المتطورة بها وأبدأ إعجابه بإنجازات الشركة في مجالات تكنولوجيا لاتصالات السلكية واللاسلكية وسيارات الطاقة الجديدة والتقى فرنانديز بمؤسس شركة خواوي رينجينفاي عبر رابط فيديو وكانت خواوي قد أطلقت أعمالها في الأرجنتين منذ عام 2001 ولديها تاريخ استثماري لمدة عشرين عاما هناك كما شاركت خواوي بشكل شامل في بناء وتطوير شبكات الاتصالات في الأرجنتين حيث تغطي خدماتها أكثر من أربعين مليون نسمة وتوفر خدمة روابط الانترنت والحلول الرقمية للحكومات المحلية والشركات والمدارس ترجمة نانسي قنقر